فنصيحتي لإخواني لا بالنسبة للإنترنت ولا بالنسبة للقناة الفضائية أن يتقلها في أنفسهم وأن يعلموا أنهم ما خلقوا لهذا خلقوا لعبادة الله عز وجل وأنهم إذا نزلوا بأنفسهم إلى ما يشبه الحيوانات وهو إشباع الرغبات والشهوات فقد خسروا الدنيا والآخر والعياد بالله فعلى إخواني المسلمين أن يحفظوا دينهم وأن يحفظوا أوقاتهم وأن لا يضيع هذا العمر السمين 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 والله لطيقة واحدة أعز من ألف دنها أرأيتم إذا حضر الموت لو قيل للإنسان أعطنا كل الدنيا ونؤجل دقيقة واحدة لقال نعم ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أسأل الله لنا جميعا حسن خاتم ولهذا جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب احفظ العمر يا أخ والله إنه لأغلى من الدهج والفضل وإذا كان الإنسان لا يضيع درهم من الدراهم فكيف يضيع هذا العمر الذي عليه مدار السعادة أو الشقاء اللهم أجعلنا من السعادة اللهم أجعلنا من السعادة يا رب العالمين نعم